حزمة إجراءات أخيرة أعلنت في سوريا تتضمن مرسوما جمهوريا يشدد عقوبة التعامل بغير الليرة السورية وإعلان المصرف المركزي في البلاد فتح أبوابه لشراء العمولات الأجنبية من المواطنين بهدف الحد من تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابلها هذه المراسيم والقرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية أو حتى عن مصرف سوريا المركزية هي مراسيم وقرارات رادعة للحد من تلاعب بسعر صرف الليرة السورية إضافة إلى الحفاظ على مدخرات المواطنين وإتاحة الباب لشراء هذه العملة الأجنبية بسعر تفضيل للدولار 700 ليرة سوريا وهذا عامل إيجابي للحفاظ على أموالهم من الهبوط الحاد إن كان لسعر الدولار مقابل الليرة أو حتى ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وهذا ما يجري اليوم القرارات الأخيرة تزامنت مع حملة أهلية بعنوان كل شيبليرة عرض خلالها التجار بضائع متنوعة بسعر ليرة سورية واحدة في محالهم وبازارات حكومية فتحت للتسوق وعرض البضائع ضمن تجمعات تجارية هي بتحرك شوي عملية الشراء والبيع يعني الطلب والشراء لكن اللي بيضي يحرك الاقتصاد بشكل أساسي هي المرسيمة اللي عم تقول عليها اللي صدرت والتعليمات التنفيذية لإله أنا بتمنى على مستوى كل الفعاليات الاصطناعية بالبلد أنه يمددوا هذا المشروع ويستمر لشهر كامل وتنزل كل الفعاليات الصناعية تقدم منتجاتها وتبيع تأثير ما سبق انعكس إيجاباً في سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء معيداً قيمته لما لا يتجاوز الألف ليرة سورية بعد أن تجاوز حدوده المعهودة وبلغ في الفترة الأخيرة حوالي 1200 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد محمد طوالب الغد دمشق اشتركوا في القناة